هي أنه الماتشن بارح كان فيه تفاصيل كتير جداً وهو معظمها تفاصيل إيجابية جداً صحيح فخليني أبدأ معاك كده في شوف رؤيتك للماتشن بارح للمباراة مبارح وكمان خليس أسألك على التشكيل اللي بدأ بك يا روش المباراة أنا بشوف أن مباراة الأمس ربما تمثل نقطة تحول في مسيرة منتخب مش بس في البطولة لأ مع كيروش بشكل عام حقا أنا منها مكاسب كتير جداً جداً أولها طبعاً أن احنا اكتسبنا الثقة المفقوضة اللي كانت غايبة طوال الفترة اللي فاتت أن احنا تخلصنا من ضغوط كتيرة كانت وقع عن اللعيبة وعلى الجهاز الفني شوفنا محمد صلاح عبد المورا بيانفجر ودي المرة الأولى بتحصل كان شاعر بضغوط كتيرة جداً جداً فأعتقد أن هذا الفوز جاء في توقيت مثالي علشان يشيل الضغوط دي وعلشان يقصبنا الثقة كنا بنبحث عنها فبالتالي بشوف أنه هو فوز كبير جداً هو يعني أبشوفه بمثابت بطولة خاصة لأنك بتقصي كوتيفوار بعد ما قدمت أفضل أداء لأفضل فريق خلال دور المجموعات وأقصد حامل اللقب في مباراة استثنائية وفي الوقت اللي كل الناس راحت وشافت أن كوتيفوار هو الطرف الكاسب أو الرابح قبل المباراة منتخبنا الحقيقة قدم واحدة من أفضل المباريات مش بس في مشوار منتخب فترة أخيرة لا من أفضل الجيمات التكتيكية لمنتخب في بطولة أمم أفرقيا وعبر عن نفسه بشكل قوي جداً 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 بقول للناس أحذروا أن المنتخب المصري جاي مش جاي هزر جاي ونافس على اللقب أتمنى إن شاء الله بإذن الله الاستمرارية وأتمنى إن شاء الله أن نحن نشوف المنتخب يستمر على نفس الأداء أمام المغرب علشان نقدر نكمل ونروح للهدف الأساسي بتاعنا هدفنا بالتأكيد التتويق بالبطولة والمنافسة على اللقب لآخر العزة